عاجل البنك المركزي في عدن يكشف عن ترتبات لاعادته الى صنعاء ويعترف باسباب انهيار العملة تفاصيل خطيرة للمزيد من الاخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة قناة نبأ الاخبارية اخبار اليمن لحظة بلحظة اجف نائب رئيس مجلس ادارة البنك المركزي في عدن شاكيب حبشي اليوم عن ترتبات لاعادة البنك الى صنعاء وافد الحبشي في رسالة لموظف البنك في عدن طالبهم فيها بالالتفاف حوله بان مطالب اقالته تاتي في اطار مساعا لاعادة البنك الى صنعاء لتوحيد السياسة المالية وحاول حبشي القائم باعمال محافظ البنك الدفاع عن الاتهامات له بالفساد ونهب المال العام متهما قياداتا في الشرعية بالوقوف وراء حالة التدهور التي وصلت اليها العملة واعترف حبشي بنهب موارد الدولة وعدم توجيهها لدعم الموازنة العامة وجود فساد في الدفاع والامن سيطرة من وصفهم بالمتنفذين على قطاعي البنوك والصرافة اضافة الى فساد من وصفهم بهوامير النفط الوسطاء في الصفقات المشبوهة ناهيك عن انقسام السوق الاقتصادية وتعاني العملة المحلية في مناطق سيطرة هادي منذ قرار نقله البنك المركزية من صنعاء في عام الفين وستة عشر حيث وصل سعر صرف العملة المحلية الريال الى الف وستمائة مقابل الدولار الواحد رغم نجاح صنعاء بالحفاظ على استقرار ثابت لا يتجاوز ستمائة ريال للدولار